اكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان وقالت اللجنة في بياننا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني إن المملكة تأكدت ريادتها في مجال العمل الإنساني ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المفدى ودعم سمو ولي العهد رئيس منجس الوزراء فيما يتعلق بدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وتعزيز التضامن الأخوي والتكافل الإنساني استذكرت اللجنة جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب التي تقدم الدعم الإنساني في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكانية والبنية التحتية كما أشارت إلى اهتمام جلالة الملك المفدى بتكريم الشخصيات والمؤسسات الدولية المؤثرة في العمل الإنساني في سبيل ترسيخ مبادئ التضامن الإنساني من خلال تجشين جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عام 2009 وبينت اللجنة أن مملكة البحرين وتقديرا لعطائها في خدمة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة استحقت تقدير واحترام العالم إذ حصدت العديد من الجوائز وسجلت مراتب متقدمة لدى العديد من المنظمات الدولية والعربية والخليجية